أعلنت المحكمة الأمريكية العليا إعادة قضية حصانة الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري الحالي دونالد ترامب إلى محكمة أدنى في واشنطن من شأن هذا الإجراء التقليل من احتمالات خضوع ترامب للمحاكمة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل وكانت محكمة أمريكية أدنى ترامب في قضايا عدها أبرزها قضية شراء الصمت وتعليقا على ذلك رحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بقرار المحكمة العليا بشأن حصانته واصفا القرار بالانتصار الكبير للديمقراطية ودستور الدولة كما عبر ترامب على منصته تروث سوشيال عن فخره بكونه أمريكيا من جانبه شدد فريق حملة الرئيس جو بايدن على أن ترامب يعتقد أنه فوق القانون كما أنه مستعد للقيام بأي شيء للحصول للسلطة أو للوصول إلى السلطة والبقاء فيها وفق تعبيرهم للمزيد معنا من واشنطن مراسل بوليتيكو في البيت الأبيض دانيال لبمن سيد دانيال مرحبا بك معنا أبدأ معك من محاكمة المحكمة العليا تقر بأن ترامب يتمتع بنوع من الحصانة إلى أي حد تجاوز ترامب عقبت محاكمته قبيل الانتخابات؟ هذا الحكم يزيد إلى مستوات عالية جديدة وهذا يعني أن الرئيس ليس عليه أن يقلق من أن يلاحق أو أن يدان للكثير من التصرفات التي ارتكبها خلال منصبه أي رئاسته وترامب لديه محمون جيدين جدا ولكن هذا الحكم يشير إلى أن جعل هناك حكم سلس فقط وليست مفاجأة أن هذه هي النتيجة التي يرغب فيها لكنه لم يحصل على حصانة كاملة ولكن على حصانة على تصرفات معينة خلال منصبه هل من الممكن أن يحاكم في قضايا أخرى برأيك؟ القضايا الأخرى ضده لن يتم طبعا الحكم فيها قبل الانتخابات وطبعا فيما يتعلق بقضية الوثائق السرية مثلا هناك ست قضايا كانت فيما يتعلق بحكم هذه المحكمة العليا ولكن كل قاضي ينبغي أن يقوم بجمع دليل محدد وإذا كان يتعلق بوظيفته ومنصبه كرئيس أو أن هذا كان خارج منصبه إذن هذا ما يؤجل هذه القضية من الاستماع وأيضا هذا الذي يجعل الأمر سوف يتأخر حتى بعد الانتخابات كيف سيؤثر هذا القرار على الناخبين الأمريكيين وخصوصا المترددين سيد ليبمن برأيك؟ أعتقد أن ترامب يقول أن هذا نصر عظيم بالنسبة له وبالنسبة لحملته وقال أن هذا حظ وهذا أيضا بعد انتصاره في المناظرة أيضا وهناك من الديمقراطيين أيضا كانوا غير مصرورين من أداء بايدن في هذه المناظرة ويعتقدون أنه سيخسر الانتخابات وأيضا ترامب طبعا فخور جدا بأنه أمريكي وهذا بالسبب المحكمة ولقد خسر الكثير من الاحترام من الشعب الأمريكي خلال السنوات الأخيرة ولكن هذه المحكمة تشير إلى أنها كانت تقف إلى جانب ترامب خلال هذه الأيام قمعي سيد ليبمن لأنه لدينا نقطة أخرى نريد أن نناقشها معك في ما ذكرته صحيفة نيويورك تاريزمز التي قالت أن عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن أظهرت دعمها له للاستمرار في سباق الرئاسة بعد الأداء الضعيف الذي قدمه في المناظرة التي جمعته مع دونالد ترامب الأسبوع الماضي شبكة سي أم بي سي الأمريكية كانت قد ذكرت في وقت سابق أن بايدن اجتمع بعائلته في كام ديفد لحسم قرار استمراره في حملته الانتخابية أو الانسحاب لصالح مرشح ديمقراطي آخر هذا وقد قال الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون في تغريدة على حسابه في موقع X نقلا عن مصدر أن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما لا يؤمن بقدرة بايدن على الفوز في الانتخابات الرئاسية كارلسون أكد في تغريدته أنه في الأيام التي تلت المناظرة أبقت زوجة الرئيس الأمريكي جيل بايدن زوجها بعيدا عن أي شخص قد يقنعه بالانسحاب مؤكدا أن جيل بايدن هي القوة الدافعة وراء حملة إعادة انتخاب زوجها بدوره أكد ستيف بانون المستشار السابق للمنشح الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب أن أي بديل عن الرئيس جو بايدن قد يختاره الديمقراطيون في المؤتمر الوطني بأغسطس المقبل سيبدأ السباق بفارق يتراوح بين خمس إلى سبع نقاط وتحدث بانون عن بدلاء مثل ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأسبق باراك أوباما أو حاكم ولاية كاليفورنيا جوفين نيوسوم وأضاف بانون أن انسحاب بايدن ليس في مصلحة حملة ترامب التي تدرك جيدا أن الرئيس الحالي خصم يمكن هزيمته بسهولة جاء ذلك مع دخول بانون للسجن يقضي عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر بعد إدانته بتحدي أمر استدعاء من الكونغرس أعود إليك سيد لبمن فيما يتعلق بأن عائلة بايدن تريد أن يبقى في السباق الانتخابي لا تريد أن يخرج في المقابل هناك أشخاص مثل أوباما الذي ربما لا يدعم فكرة هذه الترشعر لكن صوته قد لا يكون أعلى من صوت العائلة إلى أين يذهب برأيك مصير ومستقبل بايدن في ظل كل هذه التجاذبات داخل الحزب الديمقراطي وداخل عائلة بايدن؟ أعتقد أنه اتخذ قراره على الأقل في الوقت الحالي سوف يظل في السباق العائلة بالطبع مهمة جدا وأيضا هناك وقد اتهموا المستشارين بأنهم لم يقوموا بإعداده بشكل جيد للمناظرة وهناك شخصيات مثل أوباما الذي ضغط عليه للقول بأن بايدن ينبغي وأن يظل في السباق هناك الكثير من الأمور خلف الكواليس وأيضا هناك من يقول أن بايدن يتجه إلى الوفاة السياسية وأن عائلته أنانية في أنهم لا يرغبون في التنازل عن البيت الأبيض وأنهم لا يتطلعون إلى الحزب الديمقراطي في النهاية برأيك أوباما هل يمكن أن يغير أي شيء في اللحظات الأخيرة؟ لا أعتقد أن أوباما لديه أي سلطة في الوقت الحالي جو بايدن هو الرئيس وأوباما هو رئيس سابق فقط وحتى قال إذا قال أنه ينبغي وأن ينسحب من السباق فالأمر منوت بجو بايدن وليس بأي شخص آخر وأيضا هذا ما حدث خلال ستة أشهر الماضية الأمر يتعلق بجو بايدن وزوجته وعائلته ولكن هناك 27% فقط من الأشخاص يعتقدون أن بايدن هو لديه الإمكانيات العقلية ليظل رئيس إذن الأمر سيتعلق بكثير من الأمور للفوز في نوفمبر شكرا جزيلا لك سيد دانيال ليبمن مراسل بوليتيكو كنت معنا من واشنطن شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك